بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أنا حلقات يوم الاتنين عندي حنين شخصي معاه لأنها حلقات في الحقيقة أنا بسميها حلقات الأمل صحيح حلقات يوم السبت برضو بحبها عشان أحبابنا المقبلين على الزواج والمقبلين على تجديد الحياة الزوجية بس حلقات يوم الاتنين عشان بنتكلم عن مستقبلنا بنتكلم على يلا نبني نبني أولادنا ولازم لما نجي نتكلم عنها هنتكلم في قضايا مهمة والقضايا دي تكون قضايا ممكن تطور أداءنا مع أولادنا لأن أنا دايما بقول إن في خمس حاجات احنا نتعامل معها بعفوية شديدة جدا جدا وما ينفعش نتعامل معها بعفوية أحد الأشياء المهمة اللي بنعمل معها بعفوية وكأننا بنتولد بيها هي مسألة التربية ما حدش بيتولد أب ولا حد بيتولد أم ما حدش بيتولد وهو عنده مهارة التربية لكن مهارة التربية دي لازم نتعلمها وما فيش حد بتعلم مهارة التربية من غير ما يؤصل إن هو يتعلمها ولزيك دي مهارة دقيقة جدا 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 لازم نهتم بيها وعشان كده خلينا حلقات يلا نبني عشان نساعد بعض إن احنا نبني بشكل منهجي وبشكل أمين وبشكل مليان قيم النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة قوي إحنا كلنا عارفين إن الحب نعمة من أجل النعمة الله سبحانه وتعالى علينا وهي قيمة مسؤوليتها في التعامل بيننا إن هي تخرج أجمل ما في كل واحد فينا لكن هل ممكن نعمة الحب الجليلة دي ممكن تتحول لشيء يشوهنا ويفسد علينا حياتنا مش بس يفسد علي حياتنا ممكن تكون خانقة ممكن تكون كمان تتسبب في انحراف أولادنا وخاصة لو كانت في علاقة من أكمل للعلاقات الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب الحياة ووصى بيها وعشان كده خلاها في أعلى مقامات علاقة الأبوة والبنوة علاقة العقار علاقة الأبوة والبنوة ساعات بيبقى فيه تحديات كبيرة بنا من التحديات كبيرة في العلاقة ما بين الأب والابن تحدي بيقابل للأهل والأولاد بيخلي العلاقة تختل ويخلي الأدوار اللي بينهم أدوار منزوعة القيمة والبركة التحدي ده هو تحدي أنا بسميه الحبل السري بين الأهل والأولاد يعني إيه الحبل السري اللي ما بين الأهل والأولاد عارف أنت لما الولد بيكون جنين أول ما بينزل وبيخرج من رحم أمه بيبقى فيه حبل هو اللي كان بيتغذى به في رحم أمه لازم الحبل ده يتقطع يتقطع ليه؟ عشان يقدر الإنسان ينتقل إلى مستوى جديد من الحياة الحبل السري اللي احنا بنتكلم عنه ده وساعات أنا ساعات بكأ بدلعا كده بسميه الحبل الأسري يعني إيه؟ يعني إيه الحبل السري ده؟ يعني التعلق ما بين الأهل والأولاد ساعات بيكون التعلق ده زيادة شوي يشبه الحبل السري اللي ما تقطعش مهما كبروا ومهما كبرنا يفرد الحبل ده شادت الأولاد ما يقدروش يمشوا غير خطوة واحدة بس ويفضلوا مربطين عندنا زي كده ما نكون رابطانهم بجنزير بس احنا بنبقى رابطانهم بحاجة حنيينة كده لطيفة اسمها الحبل السري فالأهل بيشوفوا إن الحياة كلها هي أولادهم وبيربوا أولادهم إنهم يشوفوا إن الحياة كلها هي أهلهم للدرجة دي؟ لهذه الدرجة في شكلين مهمين جداً بيظهر فيهم علاقة الحبل السري ده أول حاجة أول صورة بيظهر فيها الحبل السري ده التعلق الشديد بالأولاد في الخوف عليهم لدرجة إن احنا نعزلهم عن الحياة ونحسسهم إن المصدر الوحيد للأمان هو إحنا ونبقى دايماً عايزينهم يبقوا جنبنا لأن محدش هيخاف عليهم قدنا ولما يخرجوا للحياة بنحس إن قلوبنا موجوه عليهم فنتطر نحسس أولادنا بالزنب عشان ما يبعدوش عننا أبدا فيحسوا دايماً إن الجحيم هو البعد عننا ولازم عشان نحس بالراحة لما الولد يخرج أقول له شفت ما حدش بيفهمه غيري ما حدش بيحس بيجي غيري أنت مش هتقابل حد فهمك ولا بيحبك ولا بيه فالولد يحس إن بره دي بره رغابة بره لوحوش الشكل ده من التعلق بالأهل بيربي في أولادنا بعض الأحيين بيربيهم على التعلق الشديد بالأهل فتبقى الحياة كلها بالنسبة لهم ماما وبابا وما بيقدروش على الاستقلال عنهم الاستقلال بمعنى الإيجابي الاستقلال بمعنى إن الواحد يبقى راجل الاستقلال بمعنى إن الواحد يكون عارف إنه هو بيعيش عشان الحياة فيها أدوار كتير هو لازم يستعدلها ويفضل الأولاد مهما كبروا عندهم اعتماد نفسي نفسي قبل ما يكون اعتماد لوجستي أو اعتماد إجرائي لكن اعتماد نفسي على الأهل وده اللي بيخلي الأولاد بعد كده في بعض الأحيين يبقى هو اعتمادي فيعتمد على زوجته فيحس إنه هو مش راجل البيت فالأولاد ساعتها بيحسوا ما يحسوش بالأمان غير في وجودنا ويبقوا مهزوزين وحسين بالعجز لما يبعدوا عننا أو يكونوا في مكان ما احنا مش موجودين فيه يحسوا إنهما مش قادرين إن يكونوا موجودين أنا عايزة أروح لازم بابا وماما وده اللي بيخلي كتير منهم لما بيروحوا المدرسة بمناسبة دخول لمدارس يعني وحنا كلمنا دات عشان مناسبة دي بمناسبة دخول لمدارس تخلي الأولاد مش قابلين إنهم يتعلموا من حد مش قابلين يتعاملوا مع حد لأن الحد اللي هم متعودين إنهم يتعاملوا معه هو بابا وماما وده بيخلي إن لو الواحد من الوالدين انتقل وتوفي ربنا يمد في الأعمار مع حسن العمل ممكن الإبن أو البنت ينهاروا ويصابوا بكتئاب شديد وساعات بتتحول حياتهم وساعات بيحصل لهم الترابات نفسية ويقعدوا فترة طويلة جدا 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 إذا ما حصلت لهم حالة نفسية يحاولوا يتعافوا ويقفوا على رجليهم مع إن بعض الناس بيكونوا أوفية جدا جدا لأبوهم ومهم وتاني يوم بيكملوا حياتهم برا بأبوهم ومهم الشكل التاني بقى من الحبل السري ده هو التعلق الشديد اللي بيظهر في ممارسة السيطرة على أولاد في بنكونوا متعلقين بينا بشدة فيضطروا يسيطروا عليهم ابني بتاعي ده وعشان كده يسيطروا عليهم عشان يكونوا جنبهم بالطريقة اللي حاسسهم بالأمان فمن أشكال الحبل السري بالسيطرة إنه إن أم من كترة تعلقها الشديد بابنها بتبقى مش متخيلة إنه ممكن تجاوز أنا أعرف ستات كتيرة بتخلي جواء زوجات ابنها تغير منها بشدة تعلقها مع ابنها بتعرفها كل حاجة حتى في بعض الأحيان بيوصل بيها شدة التعلق إنها تخاف على ابنها من العلاقة الخاصة مع زوجته وتكون واحدة تانية في حياته أنا ممكن أتصور إن في حد واحدة تانية تكون محل اهتمام ابني وتاخد قلبه مني مش ممكن ده فمن غير ما تدري هي بتخلق مشكلات مع ابنها ومع خطبته ويسمى مع زوجته مشكلات لها النهاية لها بسبب غيرها الشديدة عليه وتضطر تعمل إيه؟ تفرض رأيها وتسيطر وتبقى كلمة الكلمة هي كلمتها والولد للأسف بيقع في حيرة بين إنه عايز يبر أمه وفي نفس الوقت عايز يعيش حياة أسرية جديدة يضيف حياته حياة جديدة مع زوجته ويبقى واقع ما بين النهارين دول وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نكون يسرى على أولادنا ونساعدهم على برنا مش نصعب عليهم إحسنهم دينا ونصعب عليهم كمان برنا صحيح ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين أحسانا بس مش معنى إن أولادنا مأمورين بإنهم يحسنوا إلينا إن احنا نخلي إحسننا إحسنهم دينا يبقى عليهم ويخليهم حسين بإنهم هيدجوا ولذلك جات المذكرة التفسيرية لهذه الآية بكلام ما له جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فقال حضرة النبي رحم الله والدا أعانى ولده على بره إن احنا نكون عوني لأولادنا إن هم يبرونا هو ده إحنا مأمورين إن أي حد لينا حق عليه إن إحنا نساعده إن هو يعمل الحق بتاعنا ده وعشان كده شكل التعلق الشديد من خلال السيطرة بيخلي الأولاد في أوقات كتيرة لما يكبروا ويمرسوا هم كمان السيطرة على أهليه يسيطروا يعملوا إيه يمرسوا السيطرة على الأب والأم فلما الأب والأم يكبروا إيه اللي حاصل ياخدوا قرار شخصي والأولاد يحسوا إن القرار ده مش على هواهم فاكرين بقى لما الأولاد بيكبروا ما احنا نعلم لهم اللي يحب حد يسيطر عليه كذلك هم بقى لأب والأم لما يكبروا ويعملوا حاجة مش على هوا الأولاد الأولاد يبتدوا يقولوا لهم إيه ما ينفعش الكلام ده إحنا مش موافقين على ده مع أن دوت مش من حقهم بس إحنا اللي علمناهم إن بيحب حد يسيطر عليه ويأثر على اهتمامتهم بينا ويحاولوا بكل الطرق يمنعونا يمنعونا من اللي إحنا عايزينه ده ما إحنا اللي علمناهم ده وساعات بينتقموا مننا يهملونا يهملونا ليه لأنوا حسوا إن السيطرة علينا دي هي اللي خلتنا مش قادرين نعيش فإيه اللي حاصل فأنا عن عقبكم على إن كنتوا خلتون عندنا عشاشة قلب وعشاشة شخصية وعشاشة عزام قلبية ولذلك إيه اللي هيحصل عن بعيدكم عننا ويبقى فيه جفوة فالحبل السري ده هلاك والأمان والراحة ودوام المحبة اللي بتخلي حياة الأهل والأولاد حياة مليانة بالخير والوسع ودوت مش هيحصل غير لما نتعود مع أولادنا إن إحنا نعيش معاهم أن الله سبحانه وتعالى يحب المرء لا يحبه إلا لله يعني أنا لما أحب أولادي أحبهم لله مش أحبهم لأنهم بتوعي بحدش جنبهم فلازم أشوف أولادي بمنظرين المنظر الأولاني أولادي دولة نعمة من الله الله وأكبر الحمد لله على نعمة الأولاد وشوف أولادي كمان مش ملكي أنا وأولادي عبيد لله فإحنا لتنين ملكي لله فأولادي نعمة أشكر ربنا عليها بأن أنا أستثمر فيهم وفي نفس الوقت أولادي أنا وهم على قدم المساواة إن إحنا لتنين عبيد لله وإن الأولاد يشوفوا أهلهم تجلي ودي الله فساعات ما أنا أشوف أولادي نعمة أولادي يعيش يشوفوني كمان نعمة نعمة يعني ربنا بيتودد إليه إننا ربنا جعل لي أب وأم مش جعل لي ملاك يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين ولذلك دايماً بقول أنا دايماً يبقى هم أنا أولادي مش ملكي وأنا كمان مش ملك الأولادي فلذلك دايماً بقول ما تجعلش حبيبك كل حياتك آه ده الزكاء إنت عايز تبقى فعلاً متزن جداً جداً في إنك إنت تشكر نعمة ربنا وتبقى عبدي لله لا أولادك مش كل حياتك وبابك وممتك مش كل حياتك يعني إيه ما تبرهمش لا برهم بس لو جعلتهم كل حياتك هتي في لحظة من لحظات تعتبرهم عبق تعتبرهم إنهم خصموا من حياتك وفي لحظة من لحظاتها هتعتبروا أولادكم إيه اللي حصل غادروا بيكم لا 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 إحنا كلنا عبيد لله ولذلك في عبادة اسمها عبادة مهمة جداً اسمها ضبط واحترام المسافات الذي الواحد والأحد الذي ليس بيننا وبينهم مسافة هو الله يعني إيه هو أقرب إلينا من حبل الوريد هو مش حالل فينا سبحانه وتعالى بس هو القريب مننا ولذلك ليس هناك أحد يمكن أن يكون له حياتنا كلها إلا الله الله وليه لي حياتنا كلها طيب وأولادنا هم أركان في حياتنا بس لازم احترم الخصوصية وأول احترم الخصوصية احترم خصوصية أنا بربي أولادي زي ما أولادي لازم احترم خصوصيتي ما يعتبرش ابني إن أنا وظيفتي في الحياة إن أنا أوفر له اللي هو عايزه على فكرة لما بيعتبر ابني هو كل حياتي طبيعي جدا إنه يعتبرني إن أنا وجودي في الحياة عشان حقق له اللي هو عايزه وبس فالتربية عبادة مهمة جدا 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 بتساعد الأولاد على النضوط ونضيف إلى النضوط كمان للاتزان نفسي وبتساعدنا إحنا كمان على الاتزان ومش بس كده وتساعدنا عن النضوج وزيك دايما بقول التربية أحد المفاهيم الأساسية في التربية وهو ده العيب في التربية الحديد إيه العيب ده؟ إن إحنا التربية أصلا عندنا لازم تتسكن في في التسكية يعني إيه؟ أنا وبربي أولادي أنا كمان بترب ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها أنا وبربي ابني أنا كمان بترب أنا وبربي ابني على إيه؟ أنا وبربي ابني أنا بعبد ربنا على إن أنا عبد وفي نفس الوقت بكرس في ابني العبودية وده معناها إيه؟ إن ابني مش ملكي وأنا مش ملكي ابني لكن إحنا نتنين عبيد لله فأنا بعمل كده ليه؟ لله ولذلك هيدوم هيدوم يعني إيه؟ هيدوم إحساني إليك وهيدوم حرص عليك بس ما حدش فينا هيستهلك التاني. ليه ما فيش حد فينا هيستهلك التاني؟ لأن اللي بيستهلك حاجة ده اللي بيملكها أنا لا هستهلك أبويا ولا أبويا هيستهلكني لان احنا الاتنين ملك للواحد سبحانه وتعالى فالحفاظ على المسافات ده اكتر حاجة بتصوني المحبة والله لما ابني يحس ان انا محافظ على انه ده وقته اللي بيخليه لنفسه وان انا ما بتخرش عليه الغرفة من غير ما استأذنه وانه هو قادر لما يكون زعلان انه هو يعيش وبعدين يجيلي يسألني يحس كده ان انا فيه واحد بيحترمه بيعتبره وانسان وليه كيان فالمحبة تبقى متصانة ويخلي الاهل والاولاد يعيشوا مع بعضهم وما حسين حسين ان هم تحرروا مش ان الحبل السوري مرفوف حوالي الرئابتهم وعيخنقهم ومقوتهم سنة المسافة دي سنة بتحفظ الحياة زي بالزبط المسافة اللي ما بين الارض والشمس اللي في حياتنا لو الارض قربت من الشمس تتحرق زي اولادنا لو قربناهم مننا حياتهم تضيع وتبوش وكذلك حياتهم لو بعدت عننا تجمد وتضيع نفس الكلام حتى في علم الزراعة اقول لكم حاجة في قانون معروف عند عند اللي بيزنعهم النخيل يقولك الفسيلة الجديدة لازم تبعد مسافة ساعات بيقوله بتسوي تسعة متر عشان عن النخلة الام عشان تطرح لان لو حصل كده ايه اللي هيحصل هيحصل خلل في التغذية للنخلة فالنخلة ما تنتجش فضبط المسافات ده سنة من سنة لله في الكون حتى في التربية فلازم انا اعمل مسافة لابني عشان اشوفه بيتحرك واشوفه بيستطيع ان هو يجرب واشوفه بيستطيع ان هو يعيش ونزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة ربهم على الحب اللي بيخرج اجمل ما في الانسان الحب اللي بيخلي الانسان ينمو مش يعجز شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رب السيدة فاطمة ايه اللي حصل السيدة فاطمة بتعبد تعبد من الناب بتطحن الحب يعيني بالرحة تعبد الامر ستنا تجرسنا حبيبة قلبنا تعبد ويقوت قلب ولدها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولذلك رسول الله كان قادر يجيب لها خادم بس هي لازم تتربى لازم تبقى متحملة بمسؤولية البيت فيعلمها رسول الله دعاء مش يجيب لها خادم عشان بيربيها حضرة النبي فاتربت لدرجة ان استتنا السيدة فاطمة كانت اشبه الناس برسول الله مشيتها ومكانتها ووهجها لما تحضر كل الناس حصل من ايه من التربية شوف سيدنا الحسن لما ياخد شوف تربية حضرة النبي واحتضانه وان رسول الله يتعامل مع سيدنا حسن وربيه على انه هو مستقل ان نبني هذا سيد سيد يعني ايه مش نغة ان نبني هذا سيد سيدنا الحسن مش مش مستفل عائل صغير ده بتاعي انا ألعب به ان نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين بين فئتين فسيدنا الحسن على طول لما ييجي قرار حسم الفتنة يتنازل يتنازل ويجمع المسلمين لانه تربى لانه تربى فالحب مش الحب بيه قرار احنا عايزين احنا عايزين ولا الولد ده كل يوم كل يوم ضيفوا قيمة جديدة انت ايه عملتوا النهاردة فيه رحمة انت ايه النهاردة عملتوا انت ايه عملتوا مش انت عملت اللي انا قلتلك عليه ده انت عملت ايه عودوا اولادكم ان هما كده حضرت النبي مربى للصحابة الكبارة على كده ما انا عاد اليوم مريضا ما انتبع اليوم جنازة ما انت صدق اليوم بصدقة حضرت النبي عمل كده عشان يتنشط للناس من غير ما انت تقوله اللي انا علمتوا لك عملته لا يتعلم القيم ويعيشها بقى تالت حاجة خلي لكم دعاء دايما في سجودكم لأولادكم وانتوا كمان يا أولاد ادعوا في سجود علم ابنك يدعي لك في سجوده ما تتصورش ان انت بس ده الاولاد دول ممكن يكون مستجبين الدعوة اكتر مننا حاول ابنك ان انت تقوله حبيبي ممكن تدعي لي ادعي لي في سجودك فالولد يحس ادعي البابا ادعي الماما اه فيبقى هو حاسس ان يتربع على حاجتين في علاقة بينه وبين ربنا وانه هو كمان عنده مسئولية تجاه ابو وام ادعوا ربنا سبحانه وتعالى علموا أولادكم ان انتوا تدعوهم وهم يدعولكم وانه سبحانه وتعالى يسقيكم من فيض كرمه ووسعه عشان تشوفوا وسع الحياة ووسع نعمة ربنا فمثلا ادعوا كده وقولوا انتوا قولوا كده مولاي اني اعلم انك اكرم مني واعلم انك اقرب الي مني واعلم انك احن علي مني فاللهم اني اسألك واتعلق برحمتك واتعلق بكرمك وودك ان تكفيني وتكفي احبتي وتعطينا فوق ما نريد اذ تعطينا ما تريد يا رب العبيد يا سادة خلي بالنا خلي بالنا من ولادنا ان ولادنا عبيد لله واحنا عبيد لله خلينا دايما عايشين في ملك الله وفي نعمة ربنا ما تخنقش ولادكم عشان اولادكم ما يتخلوش عنكم خلونا نبني حياتنا ونبني مستقبلنا بعباد اسوياء بيعبدوا الله فينا وفي مجتمعهم وفي امتهم يا رب العالمين اكرمنا ان نكون هؤلاء بعد الفاصل يا سادة هنلتقي باسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم من مباركة ونخصص لا وقت عشان نجيب عليها وتظل مجالس العلم تاج لقلوبنا ووصل بربنا ونور لقلوبنا يا رب العالمين اكرمنا ولا تقطع عنا يا ربنا فضلك ولا كرمك ولا مددك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين وتعالوا ناخد اول سؤال النهاردة من السيدة ام وليد استاذ ام وليد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك يا جيخ فضل ونعم الحمد كل سنة وحضرتك طيبة متأخرة بس دول الشهر يعني معنا احنا عندنا العدف عند المصريين كانوا بياخدوا ربيع كله الحمد لله ياخدوا ربيع كله احتفال وبعض العلماء كانوا بياخدوا الرابعين احتفالات برضو بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله حبيبي يا محمد بس أل حضرتك يا دكتور فضالي العدل بين الزوجات يعني لما تكون زوجة معيها اربع بنات وزوجة معياش اولاد ده السؤال الاول طيب ماشي فيه سؤال تاني بقى فيه واحدة بتاخد معياش والدها ففيه اخوتها عايزين يقسموها في المعياش طبعا هي جوزها متوفي بتاخد معياش امها او معياش ابوها فاخوتها دلوقتي عايزين ياخدوا منها يقسموها في المعياش لا امتا يوقفو لها المعياش اه يبقى ايما تجوزها جوز عرف لا 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 طب قوليني لقا ها يوقفولها المعياش ازاي لا لا تدديهم ليوقفنها ها يوقف لها المعيش ازاي احنا بقى كده بقى لتديناостاني طبقققققق ambi سؤال بس بسيط احنا انه انه بتاخد المعياش��دي مايكليهاش زوج لان الزوج هو اللي بيسرف عليها بينفق عليها بالظبط طب هي عندها الزوج عدم عندها الزوج لا متوفي متوفي طيب وهو كذا يعفت بتقولهم لو جوز واحدة فيه كمات خدوا. انا بقوله لأ. طيب. يقول له انت عايزة تمويتك وزنة. حافل يا شيخ واسمع من حضرتك. على راسي. على راسي اهلا وسانيا. بقى احداك سألتني سؤالين السؤال الاولاني وكان سؤالين فيهم عدالة. كان السؤالين فيهم العدالة. العدالة ما بين الزوجين. العدل ما بين الزوجين. العدل دوت من اهم الحقوق الزوجية. والحقوق ده حق لزوجين بالمناسبة العدل العدل ما بين الزوجين ما بين الزوج اللي حتى عنده زوجة واحدة في عدل في عدل في الزواج ايه العدل ده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ان هي يكون من العدل ان هي تعطي حقوقه زي ما هي بتاخد حقوقها ده العدل ما بين اذا كان في زوجة واحدة العدل ما بين زوجتين هو العدل العدل فيما يتعلق بالنفقة والعدل مما يتعلق بالبيات المشكلة إن واضح إن إحنا بنتكلم على نوع تاني من العدل اسمه العدل بالاهتمام خليني أقول لحضرتك إن أنت بتكلمها على حاجة تانية اسمها الرعاية فهو العدل لازم تفصل ما بين نوعين من الحق الحق اللي بينك وبين الزوجة الأخرى والحق للأولاد دول حقين فإذا كان هو بيبات يوم هنا ويوم هنا هو ده العدل إنما أنت بتتكلمي على هو متجوز واحدة ما عندهاش أولاد وإنت عندك أولاد مثلا عندك أربع أولاد ففي حالة اسمها حق الرعاية للأولاد ده مش حقك أنت ده حق الأولاد ليه بقول كده إحنا لسه كنا بنتكلم على النهار ده على إيه على المسافة لما بتخلي الحق ده حقك أنت لما يتدايق منك ما يديش حق الأولاد في الرعاية وده غلط لكن دول حقين مش أنت بتاخدي حقك أنت ويولادك طبعا أنت بتحبي ترجحي كفتك بالأولاد بس ده بيدور للأولاد فأنت المبيت إذا كان بيبيت معك يوم وبيبات مع زوجته يوم ده العدل لكن هو واجب عليه حق تاني تجاه الأولاد أنه يرعاهم ويربيهم وكمان يحل مشاكلهم وكمان لأن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول من يعول ده لحقتين أنت وولادك فما تضيعيش حق الأولاد أن أنت تعتبر نفسكم أنت كلكم على بعض كده لأ أنت ليك حق حق البيات والأولاد ليهم حق كمان اسمه حق الرعاية عشان كده لو هو زقل منك مش هيأثر في حق الأولاد وده شيء مهم جدا اللي لازم نفهمه ولا يجوز أن الرجل إذا تضايق من المرأة واللي هي سكنة في بيت يوم يروحش البيت ده والبيت ده فيه أولاد ولازم يروح البيت ده عشان أولاد ده موجودين فيه ويرعاه وده شيء مهم جدا 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 وإذا لم يقم بدا فهو آثم ليه؟ لأن ده هو التضييع للأولاد إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود فأنت مسؤول عن رعاية الأولاد لدرجة عشان نعرف أن ده حق حق للأولاد لو هو طلق الزوجة بعد الشر يعني بيحصل إيه؟ بيفضل حق الأولاد موجود ينفق عليهم ويرعاهم حتى وهم مش أبناء زوجته ده بقت أبناء مطلقته يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إذن حق الأولاد ده حق مستقل لازم الولدين يحافظوا عليه وده شيء مهم جدا في تصورنا للأحكام الشرعية الحاجة التانية اللي حديقي سألت عنها مسألة المعاش ليس من حق أحد أن يطلب مالا لا يستحق وإذا فعل ذلك يكون آكلا لأموال الناس بالبقى فإذا كانت هي مستحقة المعاش لأنها متوفة عنها زوجها مش من حق أحد تاني لا تنطبق عليه لا تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش إنه هو يطالب بداه ومش من حق أحد أن يعكر ولا يأزي حد ولا يأزيف نفسه ويعتبره أنه ظالم أنه بيأخذ مال لا ده قضاء ربنا وربنا بيوسيها على إن هي والحمد لله أن هذه القوانين موجودة عشان الناس لا تضيع فليه إحنا نفسد على الناس أموالها ونفسد على الناس ما كتبه الله لها من أرزاق ده رزقها ومحدش يطلب رزق أخي لأن اللي بيطلب رزق أخي ده ده بيضيق على نفسه والله سبحانه وتعالى بيأكله إلى نفسه ونزاك ده رزقها وإذا أنتوا أخذتوا منها حاجة عن غير طيب نفس ده من أكل الأموال للناس بالباطل هي مستحقة لهذا المعاش وليس من حق أحد أن يأخذ منها شيئا من هذا المعاش والله وعلا أستاذ حمدان أستاذ حمدان من قنة أستاذ حمدان أستاذ حمدان معلش يعني أطمع أن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني بالتلفون هيا دكتور هيا دكتور أيوة يا سيد أنا سمعك بس حضرتك مش هتعرف تسمعني كده إذا ما تطتش التلفزيون وطي التلفزيون وتسمعني بالتلفون وفي شنطة اختلفت معاك الشنطة شنطتي غير شنطة التالية والشنطة التالية موجودة والشنطتي أنا عليها التلفون ونحضرك مجاكنيش والشنطة التالية موجودة عندي ومش عالف أعمل جيه هي طيب سؤال أول حاجة بس حق حمدان الشنطة دي أنت لقيتها فين في مصر ولا برا مصر في مصرات السعودية كنت في الحج والأتوبيس حق البيت في خط شنطة غير شنطتي كويس جدا جدا والشنطة دي عليها معلومات صاحبة ولا مش عليها معلومات صاحبة لا بديش أي حاجة عليك والشنطة عليها رقم التلفون وعليها المحافظة وكل حاجة كويس واحدة واحدة يا حاجة حمدان أنت دلوقتي شنطتك عليها كل البيانات صح؟ كل البيانات كويس والشنطة اللي معاك ما عليهاش أي بيانات؟ لو خلق بس نهاية ولا معروفة يا شنطة لسعود ولا لا معروفة يا حاجة حمدان ممكن لو سمحت تسمعني أسألك حاجة حمدان ممكن تسمعني أسألك؟ حاجة حمدان حاجة حمدان حاجة حمدان أتفضل أنت لعرف الشنطة دي لواحد مصري ولا واحد غير مصري؟ مصري عشان هو مكتوب عمر الجامورية مصر العربية حج جامورية مصر العربية كويس جدا 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 احنا عندنا ايه اللي هتعمله احنا عندنا عدد من المؤسسات هي اللي بتسفر في الحاج بالغالب اربع مؤسسات المؤسسة الاولانية السياحة المؤسسة التانية التضامن الدخلية لا قولنا طلعين زيارة يعني بتقول ليه يا حاج حمدان زيارة طلعين زيارة زيارة يعني ايه زيارة يعني زيارة جاهز نهضاك حمره وشد انت ايش عرفك انه اراح زيارة مش رايح تابع المؤسسات دي واضح دي انه هو مكتوب اي حاجة بيانات اي حاجة حاج حمدان ممكن لو سمحت بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك حاج حمدان بعد اذن حضرتك ممكن حضرتك ما تخمنش اللي حضرتك بتعمله ده تخمين ما تخمنش انت بتسألني اعمل ايه هقول لك تعمل ايه بالزبط انا شخص اه ربنا اكرمني ان انا بروح لحاجة ومع البعثة الرسمية فانا هقول لك بتعمل ايه حاجة حمدان بالتحديد انت هتروح تتفضل مشكورا ببساطة خالص لان انت دلوقتي الشنط متشابهة بدل الشنط متشابهة مش هينفع احتمال غير ان هو ماشي مع البعثة الرسمية بدل الشنط متشابهة الى هذا الحد الشنط دي بتبقى تبع البعثة الرسمية فانت هتعمل ايه حضرتك عشان تقول كده هتروح تبلغ التلاث مؤسسات اللي انا ذكرت اسمهم دول على ان لو عند حدهم عندهم حد تبلغ عن شنطة مفقودة او شنطة تم تبدلها فتبلغ وزارة التضامن وتبلغ وزارة الداخلية وتبلغ وزارة السياح وتبلغ التلاثة دولة ان انت عندك شنطة تم تبدلها وهي دي الطريقة الان التي يمكن وتبلغ كمان الشرطة الشخص لو هو عايز يرجع الشنطة مش هيبلغ غير التلاثة دول فانت هتعمل الكلام ده تبلغ التلاثة مؤسسات ده الامر التاني ان انت تسلم الشنطة اللي معاك دي للشرطة ليه تسلم دي للشرطة لان هي ما بقتش شنطتك دي مش شنطتك دي شنطة واحد فقدها فانت هتسلم الشنطة دي للشرطة وتاخد بياناتها وتاخد المحضر بتاعها وتعمل محضر بفقدك لشنطتك انت كمان وإيه اللي حاصل وتبلغ ده وده يتعممه في التلاثة مؤسسات دي ده الحل الوحيد اللي ممكن توصل لشنطتك دي وانا بقول له وده بيش معتاد في البرنامج ده ان لو حد كان فقد شنطته او تم تبديل شنطته يروح للتلاثة مؤسسات دي عشان يحصل على شنطته المفقودة لان هو ده الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نوصل بيها للشرطة يعني مش هنقدر نوصل للشرطة دي الا اذا انت كتبت مثلا على صفحتك يا جماعة اللي عنده شنطتي لكن ما ينفعش ان انت تعتبر ان شنطتك دي انت ملكتها باعتبار ان دي بدأ لشنطتك لا مش هينفع دي مش هينفع كده مش هينفع ان نتعامل معها زي ما بنتعامل بالشكل الدارج مع الاحزية في المسجد لا دي شنطة واحد هي موجودة عندك وانت فقدت شنطتك انت فقدت شنطتك يعني دي مش شنطة بديل يعني مش هينفع نعمل مؤيضة بينها انت الشنطة دي بتاعت شخص انت ما تعرفوش فالحل اللي انت تذهب الى المؤسسات دي وتقولهم شنطة كذا 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 والشنطة دي بالاوصف الفلانية دي في الاسم الفلاني وتروح وضعها في الاسم ده القانون بيقولك كده وده اللي تحفظ به اللقطة الحاجة التانية بقى انت شنطتك بتعمل بيها بلاغ ان انت شنطتك فقدتها زي اي حد فقد اي شيء بتذهب بيها الى السلطة التنفيذية اللي هي الاسم وتعمل محضر ان انت فقد شنطتك وما فيش مانع ان انت تعلم يا جماعة الخير ان شنطتك مفقودة وفقدت في المكان الفلاني ومن وجدها كذا 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 لا بأس ان انت تعمل ده لكن هذا هو الاجراء الصحيح الشرعي مش الاجراء الصحيح اللي انت تاخد الشنطة بتاعت الشخص ده بتعتبرها في مقابلة الشنطة اللي تبدلت معك لا هو مفيش تبديل لان ده وتمش مؤيضة انت فقدت شنطتك وهو فقد شنطته نرجع للي يستطيع ان هو يجمعنا على بعض وهو المؤسسة التي يمكن ان تحفظ الامانات وهذه المؤسسة عندها من الاجراءات وعندها من القوانين ما تحفظ به على الاشياء المفقودة والاشياء التي يمكن نردها لاصحابها يا سيدة النهاردة تكلمنا عن معنى مهمة اوي معنى لابد ان احنا نركز فيه وهو مسألة ازاي اولادنا يتزنوا يتزنوا نضجوا ازاي نسعادهم ونكون نعاوني لهم ازاي ما نقدرش ازاي ما نخلهم شيء بيعجزوا عن انهم يواجهوا الحياة ازاي نسعادهم على انهم يبقوا قادرين يبقوا لديهم من المهارات ويديهم من القدرات ما يواجهوا بيها الحياة الحب مش انك انت تملك حبيبك الحب ان حبيبك يعرف من الملكه الحقيقي وهو الله الحب مش انك انت تحس ان حبيبك ده لو فقدته الحياة انتهت ولكن الحب وانك تعرف انت وحبيبك ان انت مش هتضيعوا لان انت في مدد الله وفي عون الله يا رب اجعلنا من الراشدين واجعلنا من اهل الايمان الذين يتيقنون باننا في حفظك وساعدنا يا مولانا على ان نكون لأولادنا مددا ودعما وسندا بمددك وفضلك ونعمتك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين جوسيقى جوسيقى لذيود انت ورسيقوا انت انت و見 بند